شارك القصة الفلسطينية الدكتور فارس أبو فرحة من بيت ساحور في برنامج شبابي كنسي عقد في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا ومدينة كيبتاون بحضور شبابي واسع وباهتمام روحي وإنساني مميز وقال القصة أبو فرحة إن المشاركين عبروا عن شغفهم للوصول للعالم بمحبة المسيح حيث أقيمت صلاة من أجل السلام في عالمنا المكسور موضحا بأن الجولة تضمنت خدمة عشر كنائس في المدينتين ولاقت اهتماما كبيرا من كنائس جنوب إفريقيا ودع المشاركون في المؤتمر إلى الاهتمام بالحضور المسيحي في الشرق الأوسط وكيفية تعزيزه والصلاة من أجل وقف الحروب وعودة السلام إلى الأرض المقدسة والمنطقة